من 22 سنة تذكره محمد الدرة سنة 2000 2000 كان محمد الدرة وابوه موجود والعالم بكى لكنه ما عملش حاجة العالم بكى لانه ما عملش حاجة اوه ده محمد الدرة فاكرين بفكركم بس بهذه اللقطة اللي الانسانية لن تنساها لن تنساها الانسانية ادي ادي الراجل و ادي ابنه و بيستغيس لكن قوات الاحتلال الغاشمة لم تسمع النداء ولم تسمع الاستغاسة وكانت كارثة انسانية ما زالت اطارها دامية ولم تندمل حتى هذه اللحظة ده محمد الدرة طيب ما هو نفس اللي حصل النهاردة في نفس الزاوية تقريبا اهو ادي شيرين ابو عقلة و ادي محمد الدرة الفارق قوات الاحتلال الاسرائيلية بتمارس ما تمارسه منذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة وتجد من يتحدث عن السلام ويتحدث عن التهدئة ويتحدث عن غيره اهو قدام العالم اهو انا يحضرني لما حد بيقول لفروف انه مش عارف انام من اللي بيحصل في اوكرانيا بيقول انا مش عارف انام واحد مصعفيين او مسؤولين الغربيين بيقول لوزير خارجان روسي انا مش عارف انام ما بيجيليش نوم كوابيس من اللي بيحصل في اوكرانيا رد عليه لفروف رد لازم احنا ناخد بالنا منه لازم ننتابل لهذا الرد قال له ايه قال له يا سيدي عشان تعرف تنام تخيل ان اللي بيحصل في الشرق الاوسط تخيل اللي بيحصل في فلسطين تخيل اللي بيحصل في افريقيا يا سيدي ما تزعلش انت مش عارف تنام عشان هما تخيل انت اعمل بس في الدماء خيال ان ده فلسطينيين وكأن احنا ناس درجة تانية وتالتة وكأن احنا مش بشر وكأن احنا مجموعة حيوانات ده مين اللي بيتكلم انت شفتوا يا جماعة العنصرية اللي بدت من افواههم وقلوبهم بعد مضوع اوكراني يقولك لا ده العرق الاوروبي دول البيت دول العيون الزرقة لا دول مش العرب دول مش يا جماعة اجذوبة ما يسمى بحقوق الانسان الغربية سقطت الاقناعة سقطت نعلى وجوه الجميع عاريا امامنا الحقيقة عارية امامنا ولابد ان احنا ما نخجالش ان احنا نقول وننور طريق لولادنا واحفادنا احنا العالم مش حطط علينا عشان احنا يعني هم ظلم لا عشان احنا ضعاف احنا ضعاف احنا ما بنأكلش نفسنا احنا ما بنصنعش الدول اللي بيعالجنا احنا يا جماعة للأسف وانا بيقسفني اقول هذا بنستنفذ نص قوتنا في الكلام احنا تحولنا الى مجتمع ظاهرة او ظواهر صوتية تحولنا الى مجتمع من الظواهر الصوتية متى نتوقف قليلا عن الكلام ونبدأ في رحلة العمل الحقيقي الجاد حتى لا نكون عالة على العالم حتى لا نكون عالة على الامم الاخرى هذه الامة استطاعت في وقت ما ان هي تنير بصيرة العالم تضيء الطريق للعالم لكن الان سقطت مشاعر الحضارة لم نعد نذكر في الادبيات اللي بتمثل مشاعر للحضارة الانسانية توقفنا عن الانتاج توقفنا عن الانتاج الفكري والثقافي لم يعد لدينا الا اصوات بنادق لمجموعة من المرتزقة والارهابيين لم يعد لدينا ما نقدمه للعالم حتى ينتبه الى وجود هذه البقعة من العالم وهذه الفئة من الناس ومن البشر اقول ايضا بمنتهى الصدق والامانة عندما هاجم الغرب على عنصرياتهم وهاجم الغرب على قيامهم بالكيل باكثر من مكال وعندما اهاجم اسرائيل المغتصبة المعتدية القاتلة عندما اهاجم الصهيونية قبل ان اهاجم كل هؤلاء لابد ان انتقد نفسي اولا ماذا قدمت لنفسي اولا ماذا قدمت للعالم ثانيا كيف ومتى واين ساساهم فيما ينتجه العالم من ادوية من اختراعات من ابتكارات انا خارج نطاق التاريخ ولابد ان اعترف بهذا واقول انه لكي اواجه اسرائيل واحرر الاراضي الفلسطينية القصة ليست قصة نداءات سياسية ولاست منورات سياسية القصة قصة الامكانيات القصة قصة الارادة الارادة العربية المهزومة ارادة عربية مهزومة احنا هزمنا من الداخل احنا هزمنا من الداخل منذ زمن بعيد وانبطحنا امام كل المؤامرات والمبادرات واصبحت الامور بالنسبة لنا حيصة بايز الاعلى صوت في المنطقة اللي بنصدره للعالم بنصدر للعالم ارهاب بنصدر للعالم افكار مسمومة بنصدر للعالم دين مزيف بنصدر للعالم افكار مزيفة بنصدر للعالم فقه معوج بنصدر للعالم اذا اردنا ان نواجه كل هؤلاء علينا اولا ان نواجه انفسنا بالحقيقة او الحقائق المؤلمة المرة وانا قلت اكثر من مرة الحقائق المزعجة هي الافضل والابقى والاكاذيب المريحة لن تفيد وبيرجعني للمصر المصري يا بخت من بكاني وبك علي ولا ضحكني وضحك الناس علي انا بكلم ده لكل الاخوة العرب كل النطقين بالعربية كل الناس اللي تكلموا على القوم العربية والعروبة والاسلام على راسي كل الناس